موسيقى الرجا جمهورها رسمالها موسيقى موسيقى السلام عليكم عشر جارد كيف راكم جيدين إذا كانت من تكونوا باخر وعلى آخر سوف نعود أخرى واقع لا أعرف ما هي فقرة كيف نعطي الرجا وكيف نعطي الرجاة كيف نعطي الرجاة ونقش بناتنا وأكيد نعطي الرأي لأننا كجماعة الرجاوية قبل أن نبدأ الفيديو نحن سوف نتفرج هل تفضل الواجب الله يرحم لك الوالدين اشتركوا في القناة لا تنسى تزاير هذه الصمدة ونبدأ أول شيء سوف نبدأ الفيديو اليوم سوف نرحب بالجامعة إن شاء الله سوف نقوم بفعلة تركة الحوش فما سوف نرحب بالجامعة سوف نعطي الرجاة سوف نعطي المواضيع بداية بالبطولة أو بالجولة 13 والإبارة ما هي الخلاصة و أكبر المستفيدين الذين كانوا فيه الراجع العالمي خصوصا بعد تعطل المنافسي المباشرين لنا كل من خسارات الوزة وتعادل الجيش وبركان وهذا ما يجعلنا أن نكون متقاسمين صدارة ماليجة في 27 نقطة من بعد الفوز على طانجة بحصة تاريخية وكبيرة وهي السل واحد هل تعلمي آخر الرجاة هو أن الرجاة السلات هذا العام بفوز الذي كان إيجابي لنا والعام الأخرى سوف يبدو بأول مات الذي هو الديربي فأنتمنى أنه يسترن فيه لا يزال الديربي هذا الجولة 13 الذي صراحة عرفنا لماذا الخير فإن الفيران كانوا يقولون أن الرجاة هم اللغة هذه الزوعة خصوصا من بعدما أبو بولدنا وكل سردين ولو أنردوان سيبقى لغير دخليه ماركي رأينا هذا التحكمية في المات على سبيل المثال لقطة البيب والذي في المكة يقرب أحد الحاكم يقول لي ماذا دي موصدك على أولاك؟ والمات الأخرى رأينا فيه أولادنا هم الذين سيحزون وماذا فيه الحسين الرحمي بسبب جوجة من قتل الفيران طريقة هي من أجل ختم الشطر الأول من البطولة الوطنية من بعد جوجة المات ونعرف بطل الخريف والذي حاليا الأقرب والذي هو الرباع الجوالات المقبلة والذي تم برمجته وها رسميا والذي شفنا فيه هو واحد الفاضحة التي سترى ولكن في عام 2014 شفناها والذي هي الجوالة 14 الديربي البيضاء والمعروف بالقيمة الكبيرة هو الساس البطولة من زمان وبسببه الناس لم يكن يعرف البطولة ولكن بسبب الديربيت تعرفت ولكن هذه المرة سيقع العكس لدرجة أن نحن برمجة الديربي البيضاء ونهار الأربعاء حتى هنا كل شيء مع الرابعة هذه الأشياء سيقع العكس سيقع العكس سيقع العكس سيقع العكس ولكن في ملعب الباشير هنا ملعب الباشير والذي نرى الكثير من دارنا ولكن لكي نرى الديربي البيضاء رغم بأن هذه البطولة سيقع عليها الدل الديربي دل هذا اللعب الذي من نسبة كبيرة سيحدد بطل الخريف خصوصا أن الفريق يمجوجون نفسنا على هذا اللقب والذي يخسر فيهم سيكون بعيد بشكل كبير ولو أن الرجحة سيقدرون أن الخصوصا الفرق الصغارين لم يصدمون خصوصا لذي كانوا يلعبون ضد الرجا وخاصة اللعبين أنهم يلعبون ماتش كأي مارش ضد خصم الكبير فهذه فقط رسالة عبر أن نوجهه اللعبين الماتش الآخر أرجو إلى 15 حتى هو الذي تم البرمجة والذي سنرى الرجا كونترا وجدها مع السادي اللعشية والذي سيكون آخر ماتش ولكن كيف يدخل الرجا ماتش ستلعب مع السادي أخوتي نحن بقوة من السادي الثلاثة والربعة والذي سنسحبون مالذي كانوا في المقن ومالذي كانوا اللعبين ومالذي كانوا اللعبين رجعونا الربعة الله يرحم بالولدي فأنتمنى التوفيق لفريقنا الغالي إن شاء الله ولماذا نعطي لقبضة البطل الخارج ما علينا سوف نبدأ الموضوع آخر وهو تقديم اللعب الجديد هذه الرجاة والذي سيكون في الصفحة الرسمية وبهذا ستعتبر ثاني انتداء بالنوصور في الميركا والذي سيكون الخاصة الذي سيكون في وسط الميدان خصوصا من بعد ما تم رسميا سوف يراجع أولو من الفريق ولو أن شخصيا تتمنى الراحة الأولو لا يكون بهذه الطريقة والذي هي سوف يمشي فابور ويسمح فرزقه ولكن تتمنى التصوائق والراجة تربح منه ولو شوية ولكن غير من المشاء ولم يدير العصاف الروايدة ولم يقوم بإعطان هذا الشيء سوف نقول الحمدل ما علينا هيرفيقاي الذي سوف يكون هو المعاود الدراجي أولو خصوصا لدينا مع هيرفيقاي فقط لستة أشهر والذي سوف نقول مرحبا بك في الدارة الكبيرة وكنتمنى أن تكون قد المسؤولية إن شاء الله سوف نقوم بموضوع آخر وهو موضوع الراجة الشاب والذي رسميا تنفتح أول متجر الإلكتروني مغربي والذي سوف نقول الحمدلله حاليا الجمهور من يأخذ الأوريجينال فرقته والجميل وهو أن هذا السطور متاح لجميع الأصناف من 99 درم حتى 1500 درم والأجميل فد شيء كامل وهو أن في مكنتي البرودوية سيصل إلى حتى لديك صراحة أحسن حاجة هذه خصوصا الجماهر الرجوية كانت تعاني من هذا الوضع وبندم كانت يريد أن تقضى وليس لدينا وكانت تقصد القريعة فأنتمنى أن الجماهر الرجوية تكون لدينا بعيد من القريعة وهذه مناسبة لكي تلبس وتعاون فرقتك وليس لدينا الكثير من الناس يقولون أنه ستحلل المحل في الرجا شاب والذي قال أنه ستحلل في اواخر شهر واحد بخصوص الناس الذين ستحللوا لأنه لم يكن بالضبط وهذا السطور وهذا السطور الذي نعطي لأنه لا يمكن أن يشرح من الانترنت سيقوم بالتوضع كثير من الناس الذين ستحللوا لأنه لا يريد من الرجا هل تعلم بخصوص الناس في قليل من 24 ساعة أغلب البرودويت التي تحللوا في السيس سلاوة معلومة تسمع لي السلاوة طبقة الفقيرة اختارت له نافيغ المهم سنكون وصلنا لكي أخبركم ما كان كيف تريد فيديو خفيف فقرات كيف تريد طريف الرجا دون الموادع الرجاوي فأكيد نتمنى أنك لايك كومنتر كان لديك سؤال وكن أكيد إذا كان لدي جاوبة وحاليا سأقول لك